السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حننهي الشابط الرقم 9 اللي هو عنوانه خلال المحاضرة الرابعة والأخيرة من الشابط التاسع هذا حنشرح مثال عشان نفهم به أكثر الشابطر هذا طيب معطيلة البروبلم هذا بتقول في البلوك هذا اللي هو الوزن بتاعه ميتين نيوتن اللي هي W عاوزين نعرف القيمة القوة بي لازمة علشان الجسم هذا بيتحرك بتسارع قيمته عشرة متر بارسل سكوير طيب لكن ما ننسى انه مع السطح فيه احتكاك معامل احتكاك انتعت الحركة اللي هم يوكاي يساوي 0.25 يعني عاوزين نعرف قيمة هذا هو الهدف منها طبعا الفري بودي دياجرام انتعت البلوك هذا اللي هو هذا الرسمة هالي تمثل الفري بودي دياجرام والرسمة هذي اللي بتمثل الكائنتيك الدياگرام طبعا هنا فيه القوة الموجودة اللي هي البلو اللي هي معطى متين طبعا معامل الاحتكاك هو 0.25 يعني هتكون فيه القوة الاحتكاك والان اللي هي النورمال بالنسبة للكائنتيك الدياگرام W على الجيلة هي 20 على 9.8 بتكون 20.4 كيلوغرام بالنسبة للقوة الاحتكاك اللي هي الاف اللي هي معامل احتكاك ميو كاي في النورمال ميو كاي معلومة لكنه نورمال باقي مجهول علشان نجيب القوة المجهولة اللي هي النورمال والقوة فيها هنستعمل يعني القرور بتاع Sigma Fx تساوي A طبعا لأن الحركة على المحور يعني X علشان كده في M A القوة الموجودة على المحور X اللي هي الكمبنة التعتيب لما نزلها بتكون P cos 30 ما شايفين P cos 30 بالنسبة للقوة F اللي هي تساوي 0.25 في النورمال لكن هنا بالمينس ليش لأنه عكس المحور X تساوي كم؟ تساوي المص في A اللي هي 10 يعني تساوي 20.3 يعني هذه هي المعادلة الأولى المعادلة الأولى باللاحظة أن فيه P يعني والنورمال مجهولين لازم معادلة ثانية لعشان نجيب معادلة ثانية هنستعمل Sigma Fy تساوي M A Y لكن ببعنه ما في حركة على المحور Y يعني A Y ستكون 0 على طول ستكون Sigma F Y تساوي 0 القوة الموجودة على المحور Y اللي هي النورمال الآن بتكون plus بالنسبة للقوة P لما نزلها على المحور Y بتكون minus P sin 30 minus P sin 30 والW عكس يعني المحور Y ستكون بال- يساوي 0 فهذه هي المعادلة الرقم 2 طبعا من خلال المعادلة هذه اللي هي رقم 2 والمعادلة الأولى اللي شفناها منذ الحين اللحظ أنه فيه مجهولين اللي هي P والآن ومعادلتين على طول نقدر نجيل يعني LB حناخذ المعادلة هذه النورمال حناخذها من هنا ونعوذها تصبح هذه قيمة النورمال تصبح بالمعادلة هذه المجهول البحيد اللي هو LB على طول نقدر نستنتج قيمة LB بالنسبة للنورمال يعني بنعوذ في المعادلة مثلا في المعادلة الثانية بنعوذ قيمة LB على طول بيجينا يعني قيمة النورمال طيب ننهي هذا التمريد وإن شاء الله في المحاضرة يعني القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته